بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الموثاليين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة والسلام على الأبنات كيف ندري لبساليكم اليوم غنقدم لكم غيفات عامرين والمسمنات عامرين كي يجي ورائعين بزا 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 بالنسبة المقادر اللي غنصوب بهم السمن فهو هي بسيطة جدا عندي هنا يعانس كيلو ديال الفوز فكاز ديال طعين ديال الفينو قيم هالأصفر جدا قيمات يقولي طعين سبكيال نصف كيلو في كاز ديال طعين سبكيال غنضيف لي شوية ديال الملحة وغنين ضيف لي القريم اللي بزا بالنسبة لي باش نسم به المسمن ديالي ثم سوف نقوم بجنوب المال يكون دافي و نضع على بركة الله نضيف هذا المال لي كامل لأنه هو الذي سوف يكفيني انا واخد دايما العبار ديالي يعني دايما هالكاس هو الذي يقين سكيلو ديال الطحين ديال فورس و كاس ديال الطحين ديال القمح هنا جلجينة مزيان و نبلكها هنتما كيفما كتشوفها البناتها هي نضلكها بزيان و مجونة بزيان هنتما غني نعاود نبلكها واحد شوية يعني حتى تتعليه في ديال نحسبها انها طائعة و ما تلتسقش ليه لف هذا طاولة العمال و لا في ديال انتما كيفما كتشوفها البناتها هي متلوقة من ذاك الشيء رفيع صافي دابا غدي ناخد واحد الاناء ولا زلافة ولا اي حاجة غدي نضيفها ديال عجينة و نخليها ترتاح شوية هي ما غديش تختامر لان ما فيها حتى شي مادة ديال الاختيمار سواء كانت خمارة ولا الخمارة العادية دابا البنات هنوريكم كيفاش غدي نصوب الحشوة بالنسبة للبصلة رأي نتحطنتها بزيان ماشي يعني ولا تعاصر ولكن بقد شوية كروكي غير مهم تكون مشلدة مشلدة بزيان عنا شلدة في اشوار و غنضيف لها دابا واحد شوية ديال الكفتان يعني لحسب شنو عندكم تمار رابعات سكيلو يعني على حسب لوغو ديالكم و عندي هنا يزيت انتوا طحنا يعني مشي طحنا بزيان ضربة احتوا في الاشوار في حال البصلة خليتو شوية كروكي يعني شوية يبدي تنضر بالنسبة للتواب اللي عندي عندي لبزار ملح فلفل احمر والخرقون و ضروري من الكامون عندي الخردل و عندي صوس ديال السوجا ندو على بركاته الله ناخد هديك البصلة غنضيفها في واحد المقلة كما كتشوفو البصلة كتطلق الما دياله كتفي خسين شحرها بزيان حتى ما يبقاش في هاداك الماء الى لحظة هنتو ما يشوفو الماء اللي تلقات لانها مضروبة بزيان في الخلات يعني ماشي متحوضة ولكن كتبقاش فيش الدراسة هنضيف لها هاداك المكون ديال المهم العطر هي اللي عندي كاملة و غنردها فوق البوطاء شحر ليا ديك الماء منتما غنضيف لها الكفتة والخردل و نرجع لكم البنات ان شاء الله اه نضيف بالبنات الزيت نسيت مكتلكم شأنني غدي نضيف الزيت طبيعة الحل رضروري من الزيت وهي يبقى هنضيف لها اللازب داع الاول و هادي كتجي بسيطة جدين مقلة اللي فيها بسيطين للغاية المهم نرددها بفوق البوطاء الطيبلية هنتو ما البنات بعد ما تشحرت ليا ديك البصلة هنتو ما شوفو فيها طلع بنا واحدة الريحة خطيرة ديك الكامون و ديك اللقامة هنضيف لها ديك شفية الكفتة و غنحاول انني يعني ديك الفرطة ديك الكفتة كلها و بسيط هديك هديك البصلة حتي المتزج ديك الخالد كامل بإذن الله هنتو ما بهالطريقة هاتي مقاند ديك الجبال لحلاح تشاري البنات هنتو ما الباقة ديك البصلة هلاها ما بقاش عندي نهائيا نوسط المقيلة دابا البنات غدي ناخد واحد الملعقة و غدي نضيف الخردل لها المطاقت هندي واحد المعلقة لا بقى سابعة البنات بنسبة انكم هادروا السوجة وهذا والخردل حاولوا انكم بدروا هش في يدي المرحة لانه اصلا هم مال حين وبنسبة للسوج دي السوجة راكينين شوج انواع كينة لخاطرة في حال هدي اللي عندي غن دي منها غي قطارات كتجي شوية مجهدها و كين الخفيفة هدي ببعدتها مهم انا كنناخد دايما هالتقيلة هدي يعني كتدوم معي يعني كم يستعملها عدة مرات اما دي الخفيفة كتتتعملها مرة ولا جوصة في و كتتقضاء دايك القليعة مهم غنديها و نجيبها بزيان ففي حتى الطيب لي هادي كلاسوس اصلا البنات ما تخطيبوهاش بزده لان الكفتة مازا غادي طف الفرن يعني طيب ديالها غي بالقياس و انو شاريكم هالبنات بعد مما توجد عدي هاد الحشوة هادي ان شاء الله لابنات اه بعد ما طابت لي الحشوة هانتوما شوفو دا بغن نضيف لها الزيتون انا زيتون ما كنطيبوش لانا لبشتة الطاب غادي هادي غاي قصح شي شوية لو ما نخليد نضيفوه هو انا غندي اضافة ديال الفرماج اللي بغي يديرها مرحبا و اللي ما بغاش يعني يقدر يكتافي غيب هاد الحشوة هادي ولكن الفرماج ما تديروش موزاريلا لابنا نديرو فرماج للحمر اه سواء كان ديال التاج راغ غزالها دايك عندو واحد ما داك خاتر وكي يضيف واحد الموزاريلا اهل هالبسم من هادا ما تديروش موزاريلا انا كنصحكم انكم تديرو هاد الفرماج ولا تديرو فرماج مكعابات ولا داك فرماج ديالي ساندويش تاوك اندير انا بالنسبة انني عندي الفرماج حمر فانضيف الفرماج حمر اللي عا ومن ثم البنات دابا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لاجينة هانتوما كما كتلاحظو لاجينة شكلتا على شكل كويرات هانتوما يا كويرات ممكن خليو شوية يتراجعوه انتوما شوفو راية تراجعات ولا تخفيفة نتبا غادي نعجينها يعني غادي نورق لاجينة في هاشك ديلها دائرية في هاشك ديلها لورقة هذي الحشوى لبنات هانتوما لابنات سمحوا لياها هاي اللات اللي غادي نحت فيها القاها لكي لا يسكوش الي هدوك قاني نعمل بها الورقة و هي نعمل بها البسمن التعريقين البرميز اندكجان بعدها ينشط سوف ندهنها بشوية الزبدة بشوية الزبدة بشوية الزبدة بشوية الزبدة بإذن الله ما ديش تخليها قاصحة بالنسبة لانني احنا يمغلبين الفرص على طحين دي الفينو يعني غدي تجي شوية الزبدة غدي تجيق شوية قاصحة ولمعجنة لو ما من أحسن انا كدري لها شوية الزبدة وبشواية الزبدة وضفة بعشرة لحوظة الخشوة ونرد عليها ومعجنة الجنبات ونضيعهم نضيف للدجاج بالورقاء العادية ونظيفهم في حالا اصلا لأجينا مورقة بالزاف لا تخافوش منها انكم تقولوا ها ديكم تقصوا لشي حاجة اللا وتخلوها في حال هكذا وقد تحطوها في اللاطة ديالكم بهالطريقة هادي انتو ما ما كتخرج موالو كيجي شكل ديالها رائع رائع بززززز انتو ما غادي نوريكم واحد اخرى غادي نختمها انتو ما بهالطريقة هادي كانتمنى انكم تجربة لبسين منترا كيجيو زوينين احنا يا البنات في المغرب كيجيو زن البسين منه يعني را ممكنش من ديروش كل واحده بطريقة ديالها كل واحدة كتدير في اضافات كيجيو زن في المخضر كيجيو زيزززم الخدر يعني كيف مدير تيلي كيجيو زيززززززز زن ثو كيجيو زن يعني مكلي كتنوع كيف مبغيتي وتبارك الله المغرب ديالنا را عامر بالحادقات واليوتيوب تبارك الله البنات ما شاء الله عليهم عندك تحطوا من يديهم غدها تبارك لله ما شاء الله وضي العظيم الى انا انا كنظن ان ما كي هناش شي وحدة يعني اه شي مره مخموجة كي كنا تنقوله زمان كانت المره هدي لا تبارك لله ستعملوا العيالات كلهم حاذقات كلهم تبارك لله كيقولوا جملي ديهم غدها بسوا في اليوتيوب ولا سوا في من غاليوتيوب تبارك لله ما شاء الله على العيالات دي والنا المغربيات وفيما مشوا مشار في النا يعني اي بلاسة مشاوليها الا هما مشار في النا تبارك الله ما شاء الله على على البنات ولا العيالات المغربيات هانتوما البنات هانتوما كما كتشوفوا انا كملتها وهانتوما ما نقوش لكم عكي جيوا رائعين جربوهم هالطريقة هذي دي هالطيها هذي ما تخافوش منهم را ما غيتحلو لكم ما تشي حاجة يعني هما ديك اصلا ديك زبيدة اللي فيهم غادي ترطا ديك تحميرا يعني غنخليهم هاك دا ناشفين اصلا ديك فاردة غنخليهم ناشفين هانتوما للكزي اللي بنات بwideات بعد انما ماء طابوا لية بالسمتن هانتوما شوفوا كيفش ليجي وكييجي ورائعش شكلا وما دا قال انا متأكدر rating لججلته قريب غا بلاسة نحلك difí تعيضا شوفو calls بلداخل هانتوما فيهي علامة شكل ديلها جدها رائع 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 بزززززززززززززززززززززززززززز nestوب المشاهدين لكم من المشاهدين للمشاه الفرماج و لا تنسوا شرب الناد لتفعيل جرس لكم اي جديد من عندي و جيبا لكم الراحة و اكري شاهية و الله يضم محب بناتنا ان شاء الله بايدنا